أعزائي المشاهدين مربيين الدواجن في كل مكان أهلاً وسألاً بحضراتكم من حقك كمربي دواجن أنك تسأل نفسك السؤال ده كلنا أي حد بيربي فراخ أكيد سأل نفس السؤال ده يا طرى مفيش منتج كده يتحط في المياه يخلي الفراختك بره ويزود وزنها ويخليها كده زي تديك لهيطة وفي نفس الوقت ما يكونش سعره غالي يا طرى في حاجة كده في السوق الجميل في الموضوع أن الإجابة واضحة ومعروفة وكل الدكاترة عارفينها ويمكن المربيين الخبرة عارفينها لكن من قطر ما هي سهلة وبسيطة ما تلاقيش حد يعني إيه مهتم بها قوي تلاقي دايماً الناس عرفاها تجي تقوله حطي كذا في المياه يقولك أيوة أيوة ما عارف ما نعارف طيب يا سيدي ما تنفذ لما أنت عارف المعلومة ما فيش فيها خلاف الناس كلها عارفة أن المنتج ده بيكبر الفراخ وبيزود مناعة الفراخ وبيحمي الفراخ من الأمراض الفيروسية لأنه بيرفع منعتها لما أنت عارف كده ما بتحطوش في المياه ليه؟ يقولك يعني ما أنا عارف ماشي ربنا يسهل قال لا يا عم الحاجة أنا بقولك كنز بقولك معلومة أنت بتاخد المعلومة ببساطة ولكني قلتلك حاجة مهمة مش عارف أوصلها لك إزاي يعني أفهمها لك إزاي أن دي معلومة كنز دهب أنا بقولك خد اكسب خد حط دي في المياه فراخك هتزيد في الوزن ومنعتها هتكون أعالية إلا أن أنت بتاخد المعلومة ويعني ماشي ربنا يسهل يا عم الحاج صدقني أنت لو حطوص الدواء ده أو المنتج ده في المياه فراخك هتزيد في الوزن ومنعتها هتكون كويس ده حتى أخي في البناء أدمين الرجالة والناس اللي عندها مشاكل يوم الخميس بالذات بياخدوء يعني معروفة يعني مش عايزين نخش في التفاصيل لكن المنتج ده معروف في البشري كمان أكتر ما هو في البطري مهم جدا للخصوبة ومهم جدا للمناعة ومهم جدا بالنسبة للفراخ لإيه أنه يزود وزن الفراخ خلينا أقول لك معلومة كمان قبل منسة أن زيادة المنتج ده ممكن تضر الفراخ علشان كده أنا مش عايز أقول لك اسمه غير لما أقول لك خد بالك بتاخدش الكميتون دول وتطلع جري أنا خايف أقول لك اسمه تقف الحلقة وتروح جري تروح تنزله في الماء لا إهدى كده اعرف الأول جرعته إزاي التركة فين آه يعني هحطه كل يوم ولا إمتى وإزاي علشان خاطر زيادة الحاجة دي أو زيادة المنتج ده ممكن زي اللحمة كده بتعمل نقرس فهو برضو أي منتج ممكن لو زاد عن حده يتقلب إيه يعمل مشاكل أكتر طيب يبقى أنا لازم أختار الوقت المناسب والجرعة المناسبة خلونا نبدأ على طول المنتج ده هو اسمه فيتامين هي سيلينيوم فيتامين هي سيلينيوم الناس كلها عرفاه معظم المربيين شغالين به لكن مش يغدين بالهم إنه مهم قد إيه وممكن يجي في دورة ينسى يحطه وممكن في دورة تانية ما يخدش باله إن هو ده اللي نجحه فيتامين هي سيلينيوم كنا بنسميه في الكلية فيتامين اللحم يعني وأنا بذاكر في الكلية كده بنسميه فيتامين اللحم اللي عايز اللي بيرب بفراغ تسمين لازم يشتغل بفتامين هي سيلينيوم اللي مشتغلش في فيتامين هي سيلينيوم يبقى مشتغلش في فراغ تسمين طيب خلاص يا دكتور عرفنا ان هو فيتامين هي سلينيام نخش في الموضوع على طول بقى ينزل ازاي الطبيعي ان انت متزودش عن سقوتين ثلاثة في الاسبوع فانا النهاردة لازم اختار معاد مناسب فالافضل انك تحطه قبل التحصين ب12 ساعة تحط سقوة هي سلينيام مثلا بعد التحصين ب12 ساعة تحط برضو سقوة هي سلينيام ليه؟ لانه بيزود استجابة الفراخ للتحصين يعني لما الفراخ واخد هي سلينيام بيستجيب للتحصين اكتر طيب حلوي يبقى دي كده مرتين حط كمان مرة في نص الاسبوع حط لك كمان مرة 12 ساعة في نص الاسبوع يبقى انت كده ممكن كل اسبوع يمشي معاك مرة قبل التحصين ما انت عندك كل اسبوع فيه تحصينة عمر سبعة ايام مثلا بتحصن جنبوره يبقى قبل التحصينة ب12 ساعة سقوة بعد التحصينة سقوة في نص الاسبوع كده اديها كمان سقوة لو انت في تربية اهالي وما بتحطش تحصنات اصلا يا سيدي مشيها كل اسبوع 3 ساقوات كل اسبوع 3 ساقوات واخد بالك الفيتامين ده بيتراكم في جسم الفراخ يعني لو حطيت يوم السبت بيفضل معك يومين 3 مكمل بيتراكم ما بيخرجش في المية فيه فيتامينات كده لما تحطها في المية بتعيش مع جسم الفرخ فترة لانها بتدوب في الدهون زي فيتامين الف فيتامين كاف فيتامين دال فيتامين هي سالينيام اللي 4 فيتامينات دول من حقك ان انت تحط مرتين في الاسبوع وبقى الاسبوع بيبقى عندك رصيد في جسم الفراخ لكن فيتامين سي انت عايز تحط فيتامين سي كل يوم ما عندكش مشكلة لانه بيخرج ايه الزايد عن حاجة الفراخ بيخرج خارج جسم الفراخ خلونا نرجع مرجوعنا يبقى فيتامين هيه سيلينيا هو فيتامين اللحم اللي بيكبر الفراخ وبيقوي مناعة الفراخ ضد التحصينات يبقى انا لما اسأل نفسي سؤال وافكر كده واحد مع نفسه وقول انا عايز اكبر وزن الفراخ ومصرفش كتير مفيش غير اجابة جميلة سهلة وبسيطة اسمها فيتامين هيه سيلينيا يعني ممكن الدورة كلها تنجح بناء على ان انت منزل فيتامين هيه سيلينيا بيزود الوزن وبيرفع المناعة اللي يخلى التحصينات عندك تجيب نتيجة فالفيروسات ما تجيش تبص تلاقي نفسك هي عملية تركمية انت بتاخد بالاسباب حطيت فيتامين رفع المناعة زود الوزن اخر الدورة بتكسب هي دي الفكرة ويرب اكون عرفت اوصلها لحضرتك ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل وتنزل حلا تشترك في القناة علشان يصلك كل جديد واشوفكم الحلقة الجاية على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته